بص صاحبي عشان بواضح معك كده فكل الدراعات او الكنترولرز اللي موجودة من الشركات الكبيرة فيهم مشكلة بتخليهم يبوزوا بسرعة دراع البي اس 5 ودراع الاكس بوكس سيريس فيهم المشكلة دي بس اي رايك لو قلتلك ان فيه كنترولر سعره رخيص وبشتغل على الاكس بوكس وفيه مميزات تانية كتير وما فيهوش المشكلة دي او خلينا بقى ندخل في التقيل كمان وقولك ان ده كنترولر ممكن تبقى شايله معاك في اي مكان وبقى معاك جهاز جيمي هو او مش نفس فكرة الاجهزة البرتابل الجديدة بس عجبني او بصراحة وفكرته صائعة قوي قبل ما نشوف ايه الحاجات اللي معايا دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب ويلا بنبدأ مبدئيا دي اسمع كنترولرز او جيمباد او دراع دي الجي سيفن اس اي او الاسبيشال اديشن من شركة جيمسير واخدى شكل او نمط الاكس بوكس لما تفتح العلب هتلاقي الكابل التلاتة متر البريدت القوي جدا واو الكنترولر ده بسلك مشوار لسه هتكلم اكتر في الجزئة دي قدام وموجود معايا ستيكرز ومانويل وكود بيديك الجيمباس لمدة شهر لو انت مشتركتش فيه قبل كده الكنترولر ده معمول للبي سي والاكس بوكس وحقيقي انا اتفاجئت اول ما مساكته الكنترولر باللون لبيض وخاماته كويسة قوي تقدر تفك الوش ده علشان لو حابب ان انت تغيره باللون مختلف او كده وهو بلزق بالمغناطيس في مكانه فبيزبط كويس لو بصنا على وش الكنترولر فهنلاقي الزراير الاسية وشوية اختصارات كمان الزراير دي هي زراير ميمبرين والمفروض ان هي عمرها الفتراضي طويل والانالوجز اللي هنا بتقنية الهول افكت وعايزك تركز معي علشان دي تعتبر اقوى نقطة في الكنترولر ده ودي اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول اصل اول حاجة بتبوص في اي دراع بيكون الانالوج ده وده لانه بيشتغل بتقنية بتعتمد على الاحتكاك ما بين اجزاء الستيك نفسه والسنسورات اللي جوه علشان يقرأ الاشارة ونفس الانتجاه اللي انت مدهوله وطبعا قطر الاحتكاك ده مع الوقت بيبوز الانالوج وبيسبب مشكلة مشهورة اسمها ستيك دريفت بيخلي الانالوج يخرف يعني باختصار بينما تقنية الهول افكت اللي موجودة هنا بتعتمد على مغناطسات جوه الانالوج نفسه بدل الاحتكاك المباشر وبالتالي مش هيبقى فيه اي احتكاك جوه بيسبب ان الانالوج ده يبوز اصلا فعمره الافتراضي بيكون اطول بكتير انت متخيل ان خاصية او ميزة زي دي مش موجودة في درعات البلاي ستيشن ولا الاكس بوكس الموجودة هنا لو بصنا على الكنترولر من فوق هنلاقي تريجرز بتاعتنا وهنا هي برضو شغالة تقنية الهول افكت وعندك مدخل اليو اس بي سي زي ما قلتلك فالكابل اللي بيجي مع الجهاز طويل اوي طوله حوالي 3 متر فمش هزعلك خالص مثل الكابل انه بيديك اقل وقت استجابة وده بيكون مهم ده غير انه لو تقطع او حصل له حاجة هتقدر تبدله هنا بسهولة لو بصنا من تحت هتليه عندك زرارين اضافيين تقدر تخصصهم زي ما انت عايز من خلال السوفتوير واحلى حاجة انك تقدر تعمل لهم لك من هنا وساعتها بيثبتوا مكانهم علشان لهم دايقينك كمان الجرب هنا منقوشة كده علشان تسهل ماسكة الكنترولر وعندك من قدام مدخل السماعة وزرار للميوت بتاع المايك الزرار اللي موجودة هنا كلها تجربتها بريمياب ما تقلش حاجة عن الكنترولرات اللي الشركات نفسها بتنزلها كل الازرار اللي موجودة في الكنترولر تقدر تعمل لهم لمابينج عن طريق السوفتوير بتاعهم السوفتوير اسمه جيمسير نيكسس موجودة على مايكروسوفت ستور على البي سي والإكسبوكس السوفتوير بيدي كل امكانات التعديل على الزرار اللي موجودة في الكنترولر تغير حسية الانالوجز وتزبطها زي ما انت عايز تغير حسية التريجرز او تخليها مجرد زرارة عن طريق الخيار ده تنفذ الامر من غير ما تضغط عليها للاخر كمان تقدر تعدل في قوة الفيبريشن اللي هنا اللي بالمناسبة دقيق قوي واحساسه كويس كمان تقدر تعمل بروفيلات بأدانات مختلفة وتبدل بينهم من زرارة المودز اللي موجودة على الجهاز او تعمل أبديت للفيرموير بتاع الكنترولر اتكلمنا كتير على البي سي خلالنا ندخل بقى شوية في عالم الموبايل الجيمي ده اسمه الجي ايد جاليليو الفكرة دي ممكن تكون اول مرة هتشوفها انت دلوقتي معك كنترولر للموبايل نفسه بتوصل بالفون عن تريل يوز بي سي وكل اللي عليك انك تدخل الموبايل كده في الوصلة وبعدها تفتح الكنترولر وتثبت الموبايل في مكانه ودلوقتي انت جاهز تلعب أغلب الألعاب بتتعرف أوتوماتيك على الكنترولر زي اللي هنا وتجربة اللعب رهيبة يا جماعة ده بياخد مستوىك في الألعاب لمرحلة تانية عندك تحكم كامل وضقيق وده بيديك أفضلية في ألعاب الشوتر زي بوب جي وكولف ديوتي والأحلى من كل ده انك تقدر تاخده معاك في أي مكان وتحطه في شنطيتك وحجمه مش كبير جوه العلبة بيدي الكنترولر ومعان مانوال وتلت ستيكات مختلفة عشان تغيرهم بتفك الوشن المغناطيس ده وتشد ده وتركب الأنسب ليك الكنترولر بيجي بأنالوبز هوليفكت برضو وده حاجة قوية قوي انها هتكون موجودة هنا ومتيلاقش مهما كان موبايلة كبير هيدخل هنا أنا جربت علي الاس تاتة عشرين ألترا اللي هو أكبر موبايل ممكن يكون معاك وركب عادي وكمان في مجال الكاميرات عشان ما تغبطش المشكلة بس اللي قابلتني ان لو الجراب اللي في تليفونك تخين شوية شبه جرابي كده فمش هاركب في اليو س بي سي لازم تفكي الجراب الأول ولو انت قلقان ان التليفونك نفس الشحن وانت بتلعب في هنا هم عمين حسابها وحط لك مكان تشحم منه موبايل ومدخل السماعة موجود عندك سوفتوير هنا تقدر من خلاله تتحكم في كل الزرائر وتخصصها موجود عندك كزا مود للكنترولر تقدر تبدل ما بينهم لو انت بتلعب على جين باس أو بي اس ريمود في اختصارات كتير ممكن تعملها من خلال الزرائر اللي موجودة عندك ممكن نشوفهم في المنوع الحقيقة أنا مبسوط قوي من تجربة الكنترولرز دي خلال الفترة اللي فاتت طول استخدامي مفيش حاجة بوزت أو ظهرت فيهم كمان أسعارهم قليلة بالنسبة لمميزات اللي بيقدموها لك الجي سيفن سعروا على موقع الشركة حوالي 1400 جنيه والشحن مجاني والجي ايت سعروا حوالي 2300 جنيه والشحن مجاني برضه طبعا الحاجات ده تقف عليك أغلى شوية بسبب الجمارك وسبب ان انت غالبا هتحتاج حد تشوفه ويكون معاك كارت كريدت شغال وهيحسبك بسعر السوق السوداء ولكن يظل سعرهم كويس جدا عن المميزات اللي هم بيقدموها انا شخصيا هبيعي الجي ايت رغم ان هو موبر بالنسبة لي ولكن انا مش موبايل جيمر وهحتفظ بالجي سيفن لانه هينفعني وانا بقلعب على البيسي وبس دي كانت كل حاجة معنا منهاردة حابب اشكروا شركة الجيم سير ان هم وفروا لي الكنترولرات دي هسيبلك لينكاتهم كلها تحت لو عجبك الفيديو منساش اللايك والسبسكرايب وانا وعندك اي سؤالة واستفسار سبولي في كومنت وانا هرد عليك كان معاكم يوسف شوفوا الشوكو على خير مع السلامة